هذا يوم طويل من العمل تطهو دانييل وجبتها في أحد أحياء العاصمة البريطانية لندن منذ أعوام عدة تقيم السيدة التي تبلغ من العمر خمسين عاماً في بريطانيا وتتشارك مع ابنها غرفة داخل منزل بسبب ارتفاع الإجارات كما ذكرت لقد بدأت الدراسة لأنني آمل أن أجد عمل النتيجة تسوء الوضع الحالي وهو وقت صعب نمر به وعلينا تحمل تكاليف أكبر ومصاريف أكثر على سبيل المثال ارتفعت فواتير الطاقة لدينا إلى 300 باوند شهرياً معدل تضخم لم تشهده البلاد منذ 40 عاماً أدى إلى غلاء الأسعار والوقود وارتفاع فواتير الطاقة لنحو ثلاثة أضعاف يأتي ذلك مقابل تقليل دخل العائلات بنسبة 7% الأمر الذي فرض واقعاً جديداً على الشعب البريطاني واقع لم يستطع بعض البريطانيين التأقلم معه لذا وبحسب دراسة محلية قرر أكثر من أربعة ملايين شخص الهجرة إلى الخارج وفق دانيلا تمر بريطانيا بوقت سيء ينعكس على الجميع تعاني كملايين غيرها من تضخم أسعار المواد الغذائية التي اقتربت في نظامبر الماضي من نسبة 15% إضافة إلى نقص في مواد أساسية للمستهلك إنه أمر صعب أثر علينا جميعاً من ناحية الإضرابات المتتالية في القطاعات أتفهم ذلك لأنهم يريدون أجوراً أكثر مقابل ساعات عمل طويلة لسد الفواتير الجمعية البريطانية لحماية المستهلك حذرت ومنذ أكتوبر الماضي من أن ملايين الأسر قد تفوت وجبات الطعام بسبب غلاء المعيشة وأن النصف الأسر تخفض عدد الوجبات اليومية غلاء الأسعار وارتفاع فواتير الطاقة هي معاناة الكثير من البريطانيين والمقيمين في المملكة المتحدة مثل دانيالا التي لا تستطيع توقف عن العمل لسد احتياجات أسرتها بعد وصول نسبة التضخم إلى ما يقرب من 11% لتصل إلى ما تسميه الاختيار بين الغذاء أو التدفئة في كثير من الأيام براء العزاوي المشهد لندن